المراهقين يسعد صباح الحب والمحبة خصائية نفسية رانا منصور عودي أهلا وسهلا فيك كمان إليك كل الخيرات بهذا المهر يعني ما أحلى هذا الصباح اللي فيه هيك عم نتناول موضوع المحبة والحب يمكن فيه سياقات مختلفة رانا قبلش مع حضرتك يعني هذا الشعور الجميل ولكنه مثير للجدل وهو المتهم الأول بمشاكلنا العاطفية والنفسية في بعض الأحيان بداية نيك نوضح للمشاهدين من وجهة نظرك المهنية هل الشعور بالحب هو شعور مكتسب أم أنه إشي بيخلق فينا؟ أنا بتخيل اتنين يعني أساساً الطفل لما بيخلق هو في عنده مشاعر بالأساس بتكون لتأثير على بيئته عشان يقدر هو يأخذ احتياجاته ولكن مع الوقت هذا الإشي بتطور فرويد أساساً يعني بالبسيخولوجيا بالعلم النفس حكى دائماً أنه الحب هو وجه من غرائز الحياة يعني فيه غريزة الحياة مقابل غريزة الموت الحب هو بيخلق معنا هاي غريزة موجودة فينا بداخل الطفل نفسه ولكن أنا كمان إحنا نكتسب نكتسب كيف نفهم مشاعرنا كيف نفهم الحب كيف إحنا نقدر نتعامل معه فيه كمان إشياء مكتسبة بهذا الشعور هي هاي المسألة بالذات إذا نيجي نحكي تحديداً مراهقين نسرين يعني هو يرتكز على الغرائز الشهوانية الجسدية أم أنه متاح أيضاً أكثر للجزء الروحاني من كلمة الحب ولأي درجة مسموح أو صح حتى المراهق أنه يشارك بجميع تفاصيل الحب بمعنى الحب كيف ما هو ما ياخده مع المستشار التربوي تحديداً في الخاص فيه إذا كان بالمدرسة أو في المؤسسة معينة السؤال ذو شقين زي ما بحكوا الشق الأول هو ده أكمله من المحل اللي بلست فيه رنا إنه الحب هو بالفعل إشي مكتسب وهو إشي غرائزي طبعاً علم النفس كما للنظرية تعطي فرويد فأجا شخص اللي باسم إيريك فروم اللي أجا حكى الحب هو فن ويجب اكتسابه زي أي شكل من أشكال الفنون وأشكال العلوم فالحب هو معرفة وثقافة فهذا هو السؤال اللي نجي للشق الثاني المراهق كونه بشكل طالب في مدرسة هل بيقوم باكتساب تسميها المهارات اللي بتعزز الجانب اللي هو يجب تعززه في شخصيته في تعبيره على هذا الجانب اللي هو منسمي الحب المكتسب فهونا طبعاً ديه كتير إلو علاقة بكل تجاربه الماضية وعملياً الشعور اللي فجأة عند الطالب يترجم على إنه حب إحنا منسمي إلو عدة تسميات نسمي إعجاب يعنو نسمي إنجداب للطرف الآخر بالذات نحو الجنس الآخر أولا مرة حكيتوا إنه هذا الصبية بتحب هذا الشاب من الصف التاسع وهذا الشاب بحب هاي صبية من الصف الـ 11 ما حكيتوا هب هاي الكلمة من حب؟ إحنا إذا نجينا ترى على تطور تعبير عن الحب على المراحل اللي هي الزمنية كتير طبعاً كان إلها إحنا كلياتنا عايشنا هاد الشعور بس السؤال قدش كان في متاح لإلنا أنه نعبر عن هاد الشعور اليوم مثل ما بنعرف لأ اليوم فيه هذا اللي نسميه الإمكانية للتعبير يعني إحنا إذا بدأ جي أنا كوني مستشارة تربوية هذا الموضوع بتم طرحه في عدة طبعاً أطر في عدة بالذات بالفعاليات اللي بتم مع الطلاب بهدف إنه يتعرفوا عن مشاعرهن والحب واحد من هاي المشاعر وهو شعور أساسي اللي بحاجة لإله الإنسان تيغزي يعني تيغزي يعني تيغزي عملياً كل التعامل تبعنا مع العالم حوالينا هو مبني على هذا المحل اللي اسمه الحب بس للأسف الحب هو مقتصر في أذهان الطلاب أو من نتيجة طبعاً كيف إحنا كمان نكتسبه من المعرفة تعيتنا إنه هو مقتصر على جانب واحد وشكل واحد اللي هو العلاقة ما بين الفتاة وما بين الشب فكيف هذا تم طبعاً تدويته هذا هو طبعاً ما تخيل السؤال اللي إحنا بنا نحاول كمان نطرحه منين أجاو كيف أجاو وليش هذا المفهوم اللي مسميه مغلوط أو مشوه أو تعني سميه مقتصر على جانب بس محدد لعشان هيك أنا يمكن اليوم بستغلي الفرصة هات نسميه مش عيد الحب عيد المحبة صحيح صحيح وهيك كلمة المحبة وهذا المفهوم بأخذ يمكن أبعاد أخرى نحن تحدث أكتر عن هذا الموضوع رنا هنالك من يقول بأنه يمكن هيك هوا معظم أزماتنا مشاكلنا في الحياة تتمحور حول مفاهيم الحب أو المحبة شخص مش قادر يحب نفسه مش قادر يحب الآخر أو مش عارف يحب بالآخر فيه قبل ما أسمع تعليقك عاية المقولة شو حاجتنا بالشعور بالحب ليش الإنسان في عنده هاي الحاجة أنه يحب وأنه يشعر أنه هو محبوب من قبل مش مهمين الآخر شوفي إذا بتأخذ إحنا ما بينفع نعيش بدون هذا الشعور الحب هو اسم عام تدخل في بداخله مشاعر كتير احتياجات كتير يعني قموسنا اللغوي حوالين المشاعر هو كتير قليل من ناحية كلمات اللي إحنا بنستعملها عشان نعبر عن الحالة النفسية اللي إحنا عايشينها إحنا بحاجة للحب لأنه تطور الطفل من الأساس بحاجة للشخص اللي بالخارج اللي بالبيئة الخارجية تبعته اللي يقدر يستوعبه عشان يقدر يفهم حاله ويبدأ يحب حاله إذا من هداك المحل إحنا ما بدينا صح كل تطور الإحتياجات تبعتنا مشاعرنا إحتياجنا حتى للحب ومن يحبنا بتفوت باتجاه اللي ممكن يكون ما نشعرش معه بالاكتفاء خلال مرور السنين فإحنا بحاجة نحب أول إشيء إحنا منحب عشان كمان نحب الحب ومعادلة فيها طرفين ما بينفع فقط نعطي بدون ما نواخد نبدأ أنا برجع دايما للطفل لأنه بشغل كتير في عندي إيمان إنه هاي هي حتى المراحل الأولى منتعلم فيها نحب إحنا ما منقدر نحب غيرنا إذا ما بلشناش من الخطوة الأساسية إنه نحب ذاتنا وحبنا لذاتنا هو كمان متعلق بالغير موضغ تكتشف إيش حلو فيك هاي مرات بيكون فيه نقاط تحديداً كمان عند المراهبين فيه خلل معين بإنه يحطوا أصبعاً على الجروح ويكتشفوا إنه هذا اللي بحبه بذاتي سؤال كيف بدون موجهين كيف بدون مساعدين صحيح وإنتي يعني طرحت نقطة كتير مهمة إنه إحنا عشان نحب ذاتنا بحاجة لحدا يورجينا شو إحنا هذا الشخص اللي بالخارج واللي إحنا مرات ممكن حتى نكون كتير متعلقون فيه مبعرفش إذا نسترين ممكن يتوافقني وهذا كتير مرات منشوفه عند مراهقون اللي بصيروا كتير متعلقين إنه اللي قبال هني يحب هن لإحتياج خاصة طبعاً أنا بوقع مية بالمية التفسير التعلق هذا يعني أنا بحسه من خلال محادثاتي مع الطلاب لما بيجوا في وضعيه إنه هني طبعاً بيشاركوني في القصة الشخصية تاعتنا أو بالشعور بها فبيجي كتير من محل الشعور بالنقص وتوقعات من الإنسان اللي بيحبه هو بيكمل هذا الشعور فأنا بذكر أنا بكل قضية إنه أنا الطالب بيبلش كتير من محال ديش أنا بحب ذاتي ديش أنا رادع عن حالي التصور الذاتي لنفسي مين أنا إحنا تنسوش إنه المراهق في مرحلة الجيل هي وبيبلش يشكل كل هويته فهويته هي عملياً كتير مرتبطة مع تجاربه في الطفوله مع حلاقاته مع الشخصيات الأساسية اللي هي طبعاً كان إلها والمكتسب من المحيط مكتسب من المحيط ديش هذا المحيط عملياً أعطاه هذا الشعور أو منحه هذا الشعور أعطاه هذا الشعور لإكتفاء أو بتقدير الذات تعيته فكتير مرات المراهقين بتوجهوا بهذا المحال إنه بتوقعوا من الطرف الآخر هو بدي يعود الجوانب اللي فيها يعني مثلاً على سبيل المثال فتاة بتشعور بعدم الرضا عن ذاتها وعن شكلها الخارجية فممكن السبب إنه بتوجه لهذا الإنسان هو عملياً أضاف لهذا الشعور عندي أو غطى هذا الشعور عندي فمجرد إنه أنا أحس بموقع إعجاب وموضع تقدير فهذا بغطى عن الشعور اللي هو فمنين جاي أجا مصدره من عدم تقديري لشكلي الخارجي أو لأنا رضائي عنه فكله في محلي معين للأسف إنه إحنا منيجي أو مش بسطة طالب بشكل عام الإنسان الحاجة لشعور الحب هو للتكملة لليش؟ لأنه إحنا كتير مرات بدنا ننشد الكمال فعدم رضانا بالنواق بالجوانب اللي هي كمان ناقصها عنه وهذا إشي طبيعي إنه نكون إحنا في وضعية عدم كمال أنا بتخيل بحب أضيف كمان هون نقطة يعني لو إحنا مش مخلوق اجتماعي يمكن حاجتنا للحب تكون مختلفة أنا بتخيل فينا بكل شخص فينا إن كان طفل أو مراهق أو بالغ في حاجتين مختلفتين اللي مرات كتير بيكونوا متناقضات الأولى إنه إحنا بدنا نكون متميزين مختلفين نشوف حالنا أفضل نشوف حالنا أحلى ممكن نشوف يعني هاي المحلات اللي بدنا نحس فيها بالتميز ولكن في إشي تاني بيشدنا من جوة إنه إحنا نكون تابعين للمجموعة يعني إحنا ما بنقدر كل الوقت نكون مختلفين عن غيرنا لازم نشعر إنه إحنا جزء من هاي المجموعة والحب كتير بخدم هذا المحل يعني شو يعني إنه أنا محبوب شو يعني إنه حدا يحبني حدا يحبني هتبقول إنه أنا بنحب إنه أنا في عندي إشياء إيجابية اللي إبالي بدوا إياها مني فهذا الشعور كمان بخدم حاجتنا نكون بقلب المجموعة منقدرش إحنا نعيش حالي من رلنا بس مهم كتير فمنين هذا المشيء يعني هذا كمان منين نتطور منين أجا نقدرش طبعا إحنا نتجاهها للعوامل اللي هي بتأثر على هذا المفهوم اللي بتعني سميه الخاطئ أو اللي هو عمليا عم بيودينا لمحلات اللي هي فعلا ممكن تقدّب إنه حالات معينة لحاجتنا للعلاج لاتخل إحنا منغيش نجي العالم الرأسمالي كان إلو دور كتير يمكن شوي نتساءل منين أجا هذا حلو هذا إلو طعا العالم الرأسمالي اليوم للأسف عم بيركز على الإنسان كرزمة وكسلعة فكتير محل كل قضية الإنجذاب هذا اللي أنا بدي إياه بشرط إنها تتوفر فيي نسميها المواصفات اللي هاي عشان أنا أكون شخص جذاب فإذا منتطلع على كيف الإنسان وشو مانا الجاذبية حتى تغير في أزمان مختلفة يعني اليوم كان الإنسان مثلا الشاب اللي هو قوي الشاب اللي هو بتميز بمواصفات هو كان المدر اليوم بالعكس الشاب اللي هو كتير يكون زكي ممكن أو شكلا خارجيا يعني يعني دكتور ريدا في الفقرة الأولى تطرق لهذا الموضوع كأنه مقاييس ومعايير الجمال حتى عند الفتاة كانت مختلفة كليا فبتعامل إحنا مع الإنسان كرزمة ولازم يحصل على كل المواصفات زي ما أنا بدي أروح أحصل لليوم على إيش هو أنا عارفة آخر بلوزي طالع وآخر موديل طالع نفس الإشار متعامل مع الإنسان كسلعة فحتى الحب بتم تسليعه يعني اليوم أنا واحد من الله لأنه التعبير عن الحب في الأدوات اللي اليوم بتم من خلال أنا عارفة الإشياء اللي بيقوموا بشراءها الأمور المادية اليوم الطرق يعني إذا بتطلع على المراهق يعني يمكن المراهق والمراهقة اللي ما بيصلوا اليوم هدية إيش بيكون عنده شعور صحيح وهي هذا الحال العام أو الجو العام كمان قديش بيأثر وكل فكرة المجموعة رانا يعني إحنا منحكي على شعور اللي نوعا ما هو حالي ولكن ممكن يعني تختلف بمنحة أنه ممكن الحب زي ما ذكر دوريد يخذنا إلى أنه يكون محفز لأمور إيجابية بحياتنا ولكن بالتالي الحب للشخص إذا بدي أحط هيك كتير تحته خطوط الشخص الخاطئ ممكن أنه يأزينا ممكن يخذنا إلى جوانب سلبية كيف بتم هذا الموضوع وكيف ممكن نفس الشعور يخذنا إلى مكانين متناقضين أنا بتخيل كتير حالاته اليوم بإزدياد اللي منشعر فيها إنه إحنا عم نكون بهذه المحلات يعني إن كان بين أزواج إن كان بين مراهقين يعني حتى بالغين اللي يمرأوا كتير طريق بهذا المعباعد بالعلاقات بتخيل أنا يعني قبل ما نتطلع كمان مين هو الشخص أنا بتخيل إحنا لازم نفهم إيش يعني مركبات الحب نفسه الحب هو مش كلمة إحنا لازم نكتفي فيها الحب لازم يكون فيه مقومات معينة اللي نهتم فيها اليوم في كتير نظريات اللي بتحكي من إيش مكون هذا الشعور بنحكي على أمور أساسية لازم تكون موجودة كلها بقلب العلاقة اللي أنا ببنيها أول إشي عم نحكي على الحميمية القدرة إنه إحنا نكون إقراب بتبعد نشارك بعض الإشياء نعرف نحكي سوا يعني نخلق حوار حوالين مشاعرنا هنا إحنا بالغين إحنا عم نحكي كبالغين وكمراهقين بتخيل يعني يمكن غاد مش كل المقومات بتكون ولكن جزء منها الحميمية لازم تكون موجودة الشغف أو هي القدرة إنه نحب حتى العلاق الجسدي اللي هي تكون سليمي وصحيحة وفيها اكتفاء هذا طبعا كمان كتير مهم إنه يكون والالتزام الالتزام بالعلاقة هو إشي كمان مركب مختلف ولازم يكون هذا العنصر اللي بقلق البعض هاي عناصر طلعي كل عنصر بخلق شكل حب مختلف يعني في عندك حب إذا ما فيه التزام إحنا منشوفه اليوم إحنا أكتر من نسميه حب هوليوود اللي هو إحنا منحس حالنا نعيش حالي حسية وشعور إنه إحنا بعلاقة حلوة لكن فيش فيها التزام هذا ناقصه مركب معين ممكن بالعكس أنت تحس إنه مركب الشغف أو العلاقة الجسدية السليمة اللي المبنية على مبادئ اللي تناسب الشخصين كمان مش موجودة كمان هاد نوع آخر من الحب إذا طبعا مش شرط كله يكون بطريقة كاملة يعني طبعا إحنا المقومات هاي كل واحد فينا لازم تكون ثلاثتها ولكن طبعا في نمشل التوازن لأن هاي القضية برضو اللي ذكرتوها من شوية صغيرة والعفاف حكيت لها أنا دكتور رضا غبري اللي كان معنا في الفقرة الأولى وحكي أنه على المعايير مختلفة كمان هاي النظرة أو التصوير الهلوودي هذا اللي ما يعني بيفرجيك الكمال بمنظور الآخر لكن ممكن يكون مغاير عنك أنت مش هذا الكمال بعينك فإنه نرجع لقضية تصوير وتسليع السلعة وبالآخر إحنا بنتحول لمنتوج حتى على مستوى الحب كحب بغض النظر إذا كان مادة شوفوا في مصطلح الحب الكامل الحب الكامل هو مش بمعنى إنه هو كامل وإنما مركباته تكون كاملة يعني يكون عندك متواجد بهاي العلاقة مركبات كافية إنك تشعر بالاكتفاء وإنك تكون مبسوط وهذا اللي عفاف قالت إنه الحب اللي اللي بعطينا الطاقة اللي بعطينا القوة اللي بعطينا الشعور الحلو من جوا إذا فيه إشي من المقومات هاي أساسية ومش موجودة أنت بتشعر مش بس الشخص بأذيك حتى العلاقة ممكن تكون تأذيك يعني كتير مرات ممكن تحس الشخص جيد بينما العلاقة مش عم بتعطيك شعور بالاكتفاء أو الانسجام ما بين الطرفين صحيح زي ما بنقول مش ماشي فيه إشي ناقص رح تحس إنه فيه إشي ناقص وهذا كتير مهم حتى بشغلنا مع المراهقون إنه إذا أنا توقعاتي من الإنسان اللي أنا عم بحبه هو بدي يكملني ساعتها بتكون خيبة الأمل إنه الإنسان تاني هما بيكملني الإنسان يعني كتير أنا واحدة من المقولات اللي كتير يعني لفتت أنت بقلم بي الحاد يعني عن الحب إنه بيبدأ بالتشابه إن أنا بدور على إنسان بيشبهني بكتير إشياء وهون عادةً بيبلش العلاقة هون بتعاطف عمالية منسميها هاي الإنبهار يعني أول مرحلة بعدها المرحلة الثانية هي الإكتشاف الإختلاف عشانك الحب ممكن بيبلش بالتشابه بس بيستمر بالإختلاف فهمت عليك بدي أروح شوي صغير بعد إذنك أنا على المدرسة شوي صغير بدي أرجع كاستشارة تربوية أوكي توجه لك شخص بحب أخذ دايماً أمتي لعشان أقرب للجمهور وأهون للإستعاب طبعي أو طبعنا فاد دخل عندك مراهق وحكالك أنا عندي حب من طرف واحد بخلاصة النتيجة أكبر نصيحة إيش ممكن توجه له إياها أو لإلها مش إنه هاي يعني إذا كأنا سميها وصفة جاهزة أنا أعطيها للطالب عشان يتخل أول إش أنا كتير مهم إني أشاركه يعني أو هو يشاركني عملياً الألم وحكي لك مش من زمن صارت حالي من هالشكل أنا متأكد دايماً في هاي شيء وبحكي على فتاة في جيل مبكر اللي هي أجاد بمحال عن جد من ألم وعبكة ومعما واللي هي كانت بالزبط حب منسميه من طرف واحد فكان أنا بالنسبة لي يعني كتير مهم يعني الإنسان إنه مجرد بعبر عن شعوره وإيش هو حاسس ومحل معين كان فيه جرأة إنها منها هي كمان صراحة صارحة الشب بالهاي فطلعت كمان على جوانب إذا بدأ أجل أطلعها إنه أنا بدي أقوى عندها بشخصيتها جوانب معينة اللي بديها تبدأ تشوفها كمان إنه جرأة التعبير عن الشعور هذا بحد ذاته بس خيبت الأمل بحد ذاتها كمان بنسبة لإلها تجربة مش هوينة خيبتين أمل بهيك حالي إنه تصار حك باللي حسسته مجرد إنه في إنسان عم بيسمعني وعم بيحتويني بهذه اللحظة وعم بيفهم علي إيش بينما إنها لونها ضلت لحالة بهاي التجربة بحلش لأنه محل ممكن تأخذها بكل نرجع للتصور الذاتي الشعور إن أنا مش مقبولي إن أنا مش محبوبة إن أنا مرفوضة كل هذه الإشياء السلبية اللي ممكن بالعكس مجرد وجود إنسان تعني سميه مهنة اللي قدر يفهم مني شو صار معها شو الصدمة اللي اتعرضتها وقدر إنه يساعدها بتخيل ومحل ميك تشفني قاطل قوة وتعال نفهم من أنو محل هذا الإشي وهذا شعور طبيعي إحنا عنا بصير يعني دقانطيكي أزاء أجاوب على مش بس بحالات الفردية اليوم أنا عمتان بير احتراحت هذا السؤال بصف بشكل عام تحديداً هذا عن هذا الموضوع إن أنا أصغل للوان تعال نحكي عن موضوع الحب أنا صارت أجوف ردود الفعل عند الطلاب طبعاً أكبر سؤال كان شو بخطر في بالك شو بيجي بالك بعض الطلاب حكولي عيب بأي جيل عم نحكي عم نحكي صف عاشر في بعض بحكو عيب في بعض بستطوة وهذا برجع كمان للمعادلة إنه الأهل جزء منه يعني كمان كلمة الشرعية قديش منعتي شرعية إنه بهذا الجيل يمرق بهاي الحالي مش غلط اليوم إحنا عم بتعرفوا التأثير وسائل الإعلام اللي ذكرتوها ذكرنا هولوود بس نذكرناش المسلسلات التركية اللي هي عم تجتاح طبعاً طبعاً والهي للأسف عم بتعطي للطلاب صورة جداً يعني اللي هنو متأثرين هي الشريحة الأكبر اللي هنو بيحضر ليش؟ لأنهي عم بتغزي احتياج عندهن احتياج ممكن جاي على دافع زي ما حكنا الدوافع الأساسية عند الإنسان دافع جنسي الرغبات اللي هي بحاجة بتلبي عندهم رغبات وإحنا مننساش يعني زي ما حكيت للطلاب مبارح احنا ما حدي من الدفاع وافع الإنجداب عندنا الجنس الآخر فعندي هرمونات طبعاً فمش بالصدفة أنا بصير عندي هذا الشعور وهي حاجة أسل عند الإنسان بس ضل زي ما حكيين إنه هذا الشعور أنا كيف ده أصل لمرحلة الضبط لإله عشان هيك كتير مهم وهي رسالة بدأ أوجهها لكل شخص مسؤول أو بتعامل مع هاي الشريحة يعني بإسجيل كتير مهم يتم الحديث عن الموضوع الطالب عن جد لازم يتعلم يكتسب مفهوم الحب اللي هو بقد فيه بالأخير لإيش اسمه الصحة النفسية يعني إحنا بدينا مع فرويد ممكنيني مع فرويد طبعاً مع كل المآخذ عن نظرية فرويد ولا هاي بس إحنا مننساش يعني فرويد حكي إن الصحة النفسية عند الإنسان هي نابعة من محلين قدرة الإنسان على إنه الحب وعلى إنه ينتج صحيح من كلمة الضبط رانا بدي أنت إلا السيطرة قديش زي ما إحنا عنا حاجة بالحب وإنه نحس إنه إحنا منحب ومننحب كمان مهم إنه نطور فكرة السيطرة السيطرة عمين أحاب السيطرة بأي شكل بأي قوة لأنه حكينا ممكن يكون حب مردي نوعاً معا صحيح يمكن أنا كمان كنت بختار أكتر من سيطرة ممكن أختار ضبط النفس أو تنظيم هاي المشاعر لأنه إحنا بحاجة طلعي منقدر نعمل شوي فصل إذا منتطلع حالة الحب من محلين الحب ممكن يكون بطرف نسميه تعلق إنه إحنا ممكن نتعلق بشخص بدرجات كتير كبيرة لدرجة حتى إنه إحنا ما نشعر حتى بذاتنا كأشخاص من فصلين وفي عنا الطرف الثاني اللي ممكن نوصل إله اللي هو القدرة على الانفصال إنه إحنا منقدر ننفصل إذا كان بسهولة أو بصعوبة هاي بنحكى عنها أنا بتخيل وعينا للحال اللي إحنا عايشينها هو لأحتياجاتنا من العلاقة ليش أنا بحتاج إكس مش واي إيش فيه إشياء بتخدمني أنا إيش فيه إشياء إحنا بسميها مناسبة إلنا ولكن كل واحد بالآخر فينا هو مجموع من الاحتياجات ممكن نحكي اللي أنت بتحكيه تكملة إنه الحب ممكن يكون مستند على الأنانية المطلقة يعني أنا ما كنتش بسميها أنانية كل شخص لما بحب في عنده حاجة ليش يحب بطريقة معينة وشخص معين طريقة معينة لأنه بيكون في عنده إحتياجات من كونه طفل وهي اللي بدنا نحكي عليها ويمكن مطور النهاج كفاية ولكن حبنا لذاتنا بيستند على محلات كتير في قسم منها منقدر نمليه ونعبيه وفي قسم تاني بظل خالق عنا فراغ هذا المحل بتطور شوي شوي لما أنا كل شخص بلتقي فيه برتاح له هو أنا برتاح لإشي معين كنت بحاجة إله فيي إحنا ممكن للوهل الأولى أنت بتحب شكله أوكي ولكن شوي شوي مع تطور العلاقة في مقومات تانية بشخصيته أنت بحاجة إلها مناسب إلك بتسألها لك ليش هاي مناسب إلي ليش أنا بقدر هاي الصفة عند هذا الإنسان أتعايش معها وشخص تاني ممكن يقول لك لا لأنه في إحنا جزء من هاي المعادلة يعني شخصيتنا ومكونات شخصيتنا هي بتكمل هاي لأ عشان هيك علاقة بين تنين بين احتياجاتي واحتياجاته حاكمني معقد نقدر نسترسل فيه نهار كامل تقدر نحب كل نهار وحلو إنه هذا المفهوم مجرد أنا بطلع حتى لغة الجسد تتغير كليا لما بنحكي عن موضوع الحب يعني حتى الافتسام اللي إحنا بنسمي يعني مجرد اليوم نقابل فيه مجرد إن أنا يعني حطيت هذا الموضوع عندي بالواعي تبعي بالإدراك تبعي لأهميته دروته فأتأمل إنه عن جد فعل مش بس يوم هذا اليوم في كل الإيامات إحنا نكون واعيين لهذه الحاجة الأساسية ونبدأ في أول محبة وهي أنا محبة الزات نحب نفسنا ونقبل نفسنا كيف إحنا نروح شوي صغير نوجه رسائل مباشرة للأهل كيف يتعاملوا مع موضوع الحب إذا أحد إذا لاحظوا حتى من البداية أو كيف كمان يلاحظوا إذا أبنائهم أو بناتهم عم بواجهوا أو عم بيخودوا أو بيفوتوا على حالة حب أو محبة أو إعجاب أو استلطاف أو ما إلى ذلك كل هاي المسائل طبعا كيف يتعاملوا مع أولادهم طبعا هني الأهل أنا متأكد هني شايفين وواعيين وبعرفوا الأمور اللي هي عم بتصير في الحياة اليومية وبعرفوا أن أولادهم بفوتوا في هاي التجارب ضل زي ما حكينا كيف بتم الحديث عنها وكيف بتم النقاش عنها كتير مهم فكل ما كان عن جد الجو اللي هو فيه التقبل فيه الاحترام فيه عمليا أول إشي أم إشي معرف وإدراك للحاجيات لمرحلة الجيل تاعت الولاد يعني بقدر في محلي معين أنا أجل أحكي لبنتي أنا بفهم عليك أنه صار عندك هذا الشعور وكتير أنا عن جدنا هذا الشعور إشي طبيعي وهذا إشي أسا وهذا إشي إنساني بدل على الوجود تبعنا بس ضل إنه تعال نشوف نناقش الموضوع شو حدود هاي العلاقة اللي أنت بتتوقع ممكن أن نصل فيها إيش هذا عن بيأثر عليك أنه كتير مرات إحنا إذا نشوف الحب هو بيكون مصدر لألم هو مصدر عن جد صعوبة بتأثر على كتير نواحي بحياتي كتير مهم إنا أعيد السؤال هل هذا شكل من أشكال الحب فجدا مهم كمان إحنا نفهم من أولادنا عن جد إذا فيه معاناة من ورا هذا العلاقة هذا مؤشر إنه هنني مش معن بخوضه التجل لأنه ما عندن مفهوم الصح كمان عن الحب حلو وهو سؤال عميق يمكن وعن جد فعلا لازم نسأل حالنا مثل هاي الأسئلة رانا كمان ختاما هيك نسمع منك رسالة وإذا فيه عن جد أسئلة جوهرية اليوم كل إنسان هيك بصدد يمكن أنه عم بتعرف على شريك حياة على حبيب جديد شو الأسئلة اللي ممكن عن جد هيك تكون مثابة مراي اللي حدتها قدام حاله ليكون اختياره صح أول إشي الوعي لإحنا الحالة الحسية اللي إحنا بنكون فيها أنا دايما بحكي يعني إنه قديش مهم نتطلع على حالنا وعلى شو إحنا حاستين يعني يمكن بفقرات سابقة كنت مبلغ قلت إنه إحنا دايما نظرتنا لبرة لازم كمان نطور عند حالنا قدرة إنه إحنا نتطلع لجوه ونشوف إحنا شو إحنا شو احتياجاتنا إحنا شو بدنا إحنا شو بدنا نعطي يعني الحب هي كمان علاقة اللي إحنا لازم نعطي فيها زي ما إحنا ما نواخد أنا كتير بقى من أول إشي إنه لازم نحب ذاتنا أنا كتير بدفق أنا مع نسرين عهاي النقطة بحكي كتير على التقبل إحنا لازم نقبل غيرنا بطريقة تحبه المختلفة مش كل الناس بتحبه بنفس الطريقة يعني مش كل الأهل كمان بتحبه أولادها بنفس الطريقة الناش نقول بس على شريك الحياة أو على المراهقين وكتير بحب أضيف كمان شغلة منقدر نسويها هي ترجمي إحنا قليل قليل ما من ترجم مشاعرنا لا إلنا ولا لأولادنا ولا للمراهقين كتير هني بحاجة مرات إنه يفهموا إيش هني عم بمعنى ترجمي بمعنى تصريح الكلام ميرانا لأنه كمان هذا محور معين إحنا حط على مستوى الأهل والأبناء وإنت آخر مرة بدون أي سبب وبدون ارتباط لحال معينة رحنا قلنا لأهلنا أنا بحبك هذا اللي كتير ناقص وهذا اللي منمش كتير بسمعه وهذا اللي ممكن هني عم بيدوروا عليه مرات خارج البيت إحنا إذا ما تعودنا نستعمل إحنا نحب بالبداية هي بالضبط هي حلقات الأولى إنه تبلش تحب ذاتك تحب حالك بكل مقوماتك يعني الإشياء اللي حتى بتنحبش تبلش أنت تعيش معها بسلام نقدرش نلخصها بكلمة واحدة عن جد إحنا معنا بس دقيقة بس ليش عن جد بتوجهش الشاب والصبية أو البالغ مش مهم بأي عمر يتوجه لأهل ويحكي لهم أنه بحبهم فيه إيش الخجل هذا من وين نابع هذا الشعور أنا بتخيل الفجوة بتكبر مع السنين شعور المراهق يمكن بشكل خاص الولد الطفل بعضه بعبر وبغضر لأنه أكثر بعضه مرتبة مع ذاته جداً بيكون عفوي بينما لما بيكبر بتصير تبلش الحواجز اللي هي مبنية منين جاعمة من المجتمع من البيئة إذا انتبهنا للفجوة كتير ممكن إحنا في كتير مراهقين علاقتين إيجابية مع أهل هنزور مش لكل العلاقة هي سيئة يعني حتى التعبير الجسد اللي بحكي عنه اللي فيها عن جد حتى عن ساميل عبطان مرات بتبدأ مع أدوات جداً بسيطة وهذا جواب عفاف لا سؤالك إنه أدوات جداً بسيطة حتى المعلم أو المعلمة بتقدر بابتسامة هاي فيها تعبير عن الحب بكلمات جداً بسيطة شكراً أو طب طب أو بهذا شكل جداً لطيف بتحتاجش لكل الأدوات ولا بحاجة حتى للمواد اللي بتمشي رائحة عشان أعبر أنا مخلانها وأكثر من هيك نسرين مرات مجرد الأسلوب بالتعامل وبخطاب الآخر بحسسك قديش عن جد أنت في مكان المحبي أو الاحترام وكل ما يتبع مرات الطالب بس بحاجة بتعرف إيش العبطة يعني هاي الضمي اللي بتحكيله إنك انت كيا انت إنسان موجود وأنا بحبك شوفي العراقيل إحنا بنخلقها لأنه الحب بخلق فينا لإحنا بدنا نحب وبدنا ننحم العراقيل هي اللي بصير على الطريق ممكن رانال مش عارف شو أسميها بديش أقول قدر وهي الأمور ولكن عسب المثال الخيبات أمل متكرري كمان ممكن تخلق أزمي بمفهومي الخاص للحب ويمكن الثقة بمفاهيم الحب والمحبي وهذا اللي حكيتو عن أهمية الترجمة والحديث إذا أنا فيش علاقة بمتمرقش فيها بخيبات أمل ما بتخيلش ما فيش علاقات اللي هي مش تمرق فيها مطلبات حتى صعبة مرات ولكن إذا إحنا تعودنا نحكي عن هاي الأمور ونجيبها بحديث اللي فيه احترام لذاتي ولغيري أنا بتخيل ما نقدر ساعتها نتخطى هاي العراقيل نعم كلمة أخيرة نسيين سريعا إذا بتحبي تحكي كلمة أخيرة يعني كنت أستعملها كالكلمة اللي دا عن جد المحبة هي قوة والإنسان اللي بكتبها بدي يعرف عن جد إشي واحد هو طور عنده جانب جدا مهم في حياته وبشخصيته إنه قدرته على التعبير عن المحبة هذا مش ضعف زي ما مرات كتير إحنا منفكر بالعكس هي قوة كبيرة ولازم نشغلها بس نعرف منين جاي بالأساس لأنه إشي واحد أنا اشتغلت عليه أني بديت أحب حالي أقبل حالي مثل ماي رائع رانا كمان جملتك الأخيرة شوفي أنا عادة ما بقتبس من الإنجيل ولكن اليوم اقتبسنا لأول فقرة عن الإنجيل المسيح كان يقول دائما أحب بعضكم بعضا وطبعا بكتير بتواضع بقول أنا منضيف بقول أحب نفسكم لتحبوا بعضكم بعضا الرائعة نسرين جبارين ورانا منصور عودي شكرا لكم أحب نفسكم بقول إن تو في توقيت موسيقى 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 موسيقى